السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخبتي الكريمة مرحبا بكم في قناة متخضاري اليوم سنحضر معكم بوشيار أو بطبوط بالحليب سهل جدا في التحضير الاقتصادي في كأس الخلاط لا تحتاجيش نهائيا انك تدركي او تعجني بيدك لا تنسوش انكم تابنوه لكي تسلب جديد الوصفات لا تنسوش انكم دعموني بلايك لكم وتبرتجوا الفيديو مع العائلة والأصدقاء لكم نخليكم مع المقادر والطريقة التحضير فعلى بركة الله سنحتاجه في المكونات عندي تقريبا 4 طرق الحليب ما يعادل 250 ميليلتر معلقة الزبدة كاس الماء زلافة الدقيق القمح الفينو زلافة الفورس معلقة كبيرة الخميرة الخبز قبصة الملحة او معلقة ديال السكر سانيدة غدي نجيب كاس الخلاط غدي ندير كاس ديال الماء ما يعادل 200 ميليلتر 250 ميليلتر ديال الحليب معلقة كبيرة ديال الزبدة قبصة ديال الملحة قبصة ديال السكر سانيدة معلقة من الخميرة الفورية والخميرة ديال الخبز وغدي نزيد زلافة ديال القمح الممتاز او الفينو او الساميد الناعم جدا غدي نطحن هاد المكونات هادو مزيان تنحس بالخالط بداء كيس خن قبصة ديال ثلاثة ديال دقائق قبصة ديال ثلاثة ديال دقائق هناء بعد مطحنته غدي نخواه فواحد البانيو غدي نزيد عليه خميرة احمراء وغدي نبدأ نزيد الفورس شوية بشوية الفورس او يعني غدي تديروا داك زلافة الى بقى خاصكم غدي تزيدوا غير الفورس كما كتلاحظوا انا اهنا زت عمرت زلافة ثانية وكتبدا تجمع الخليط الخليط خفيف ما يجيش نهائيا اتقيل فانا ادرت زلافة ونصف ديال الفورس كما تلاحظو الخليط يبدأ يجي معلك بحال يقديرو السفنج يعني يجيكم خفيف في ديكو سوفي غادي نخليه في البانيو ونغطيه ونخليه تيخمر ويتضاعف ونغطيه هنا مبعد ما غطيتو كما تلاحظو البانيو كيرجع عامر الكيمياء كالتضاعف ويخمر مزيان كنجيب حدايا شوية ديال الزيت باش كيس هالعليا اناني نشد في العجينة باش ما تلتسقش في اليد صوف كنحاول اناني نخرج منه داك الهواء وندهن يدي بالزيت ونبدأ نكور كورات متوسطين يعني لحسب انتوما البطبوطات او بوشيار ديالكم كيفاش بغيتيوه يجي غادي ندردر واحد شوية ديال الطحين فوق سطح العمل وغادي نوضع فيه الحبات ديال اه يعني ديال لحسب الرغبة ديالكم واش بغيتيوه يجيوه يجيوه كبارين او صغارين انا هنا يقدرتم متوسطين يمكن لكم تصوبهم كبر من هكه او صغر من هكه صوفي كندهنها بالزيت وكنديرها فوق المقلة مباشرة يعني قاعد ما كتتقرسوهاش فوق سطح العمل كتشدوها كذلك القرصة ديالكم وهي يعني مسحونا ذلك الطحين ودهنوها بالزيت وديروها فوق المقلة اللي تكون سخونة مباشرة يعني هاتشي باش زوين هادبوشيار او هارلبطبط انك ما كتتقرسوش نهائيا عودت يعني عودت تخليه خمره لهذه مباشرة كتقرسوه فوق المقلة صوفي كن المار كتكون متوسطة وكن بداء نرش شوية يعني مرة مرة كم بداء نرش بزيت باش كي يجيوه محمرين فاش كتشوفو بدك يدير هاد الفقاعات هادو كتقلبو يعني كتكون راهة طابت من الاتهات صوفي كنرش واحد شوية ديال زيت باش يتحمر لي تلواجه الاخر وكتبدو تدوروها باش كتتحمر من جميع الجوانب غادي نستمر هكا تنسالي الكيمياء اللي عندي كاملة كما قلت لكم كتهزو ذاك القريصة اللي يعني اللي صوبتي وكتوضعوها مباشرة فوق البوطة وكتقرسوها وهي فوق البوطة غادي نكمل يعني الكيمياء اللي عندي كاملة ونعودوا انطلاقة باش نشوفو الشكل ديالهم النهائي فاخواتي كي يكون هذا وشكل نهائي ديال المخيمرات او ديال بوشيار كما كان قلوه سهل جدا نفتح ضياء اقتصادي وكي يجي بكيمياء كبيرة والاهم انها كي يجي خفيف وشيش نتمنى انكم تجربوا الوصفات للإعجاب ديالكم الى عجباتكم لا تنسوش انكم تابنوا فلاشين باش تسلب جديد الوصفات كذلك ما تنسوش انكم تدعموني بلي لايك ديالكم وتبرتجوا الفيديو مع العائلة والاصدقاء ديالكم نهاية الوصفة دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته